صباح الخير مشاهدين ساعة إخبارية جديدة من العربية أقدموها لكم أنا ربا مع زميلي أسامة صباح الخير أسامة صباح الخير يا ربا وصباح الخير على مشاهد العربية في كل مكان حول العالم حال العالم هذا الصباح البداية كالمعتاد بالعنوين قبل أيام من المناظرة المرتقبة فريق ترامب ينصحه بتجنب كل أشكال الهجوم الشخصي على هارس والأخيرة تستعين بهيلاري كلانتون وأوباما في التدريبات الإدارة الأمريكية تؤكد استمرار الدفع باتجاه الصفقة في غزة وعائلات المحتجزين الأمريكيين تضغط على بايدن لعقد صفقة أحادية مع حماس إسرائيل تساعد عملياتها في الضفة الغربية وتقتل خمسة فلسطينيين في غارة بمسيرات على طباس ورئيس الفرنسي واجه أحباطا متزايدا مع استمرار فشله في تسمية رئيسا للحكومة ورئيس وزرائي السابق يستعد لحقبة ما بعد ماكرون ويعلن ترشحه للرئاسة أهلا بكم البداية من الانتخابات الأمريكية التي تترقب أسبوعا حاسما أن يشهد أول مواجهة مباشرة بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية كامالا هاريس في المناظرة المرتقبة طبعا صعود كامالا هاريس إلى قمة التذكرة الديمقراطية أدى إلى إعادة إحياء الحملة التي كانت طبعا تواجه شكوك كبيرة بشأن فرص بايدن في الفوز على ترامب رغم أن ترامب كان قد تفوق على بايدن في استطلاعات الرأي بعد المناظرة الأولى طبعا خاصة في الولايات المتأرجحة لأن كامالا هاريس استطاعت على ما يبدو تقدم على ترامب في غالبية استطلاعات الرأي حتى الآن أما عن استطلاعات ما بعد المناظرة فقد تنقلب من جديد إلى كفة ترامب أو تؤكد تفوق هاريس ربما وفقا لأداء كل منهما من يعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في جديد الأخبار كذلك عن الانتخابات الأمريكية مصدر أمريكي مطلع قال إن حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس قابلت بقواعد المناظرة المقررة الأسبوع المقبل ضد الجمهوري دونا ترامب حتى بما في ذلك غلق الميكروفونات عندما لا يكون دور المرشح للحديث هو الأمر طبعا الذي أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية هذه أزمة بالنسبة لعرس أيضا كما نتابع حيث المصدر قال أيضا إن حملة هاريس لا تزال تأمل في تحديد فترات قد تخصصها قناة ABC News والتي تصديف المناظرة لإلغاء كتم صوت الميكروفونات والسماح للبترشحين بالرد أيضا قد تكون المواجهة المباشرة الأولى والأخيرة بينهما فكيف يستعد المرشحان دونالد ترامب وكامالا هاريس للمناظرة التي قد ترجح كفة مرشحة لآخر كما حدث بين ترامب وبايدن قبل أسابيع فقط طبعا كالعادة فريق دونالد ترامب قلق من تمديه في سلوكه العدواني خاصة إذا تهور الرجل وعلق على كون كامالا هاريس امرأة وليست رجلا أو حتى التعليق على أصولها العرقية أو حياتها الشخصية أما فريق كامالا هاريس يتوقع كذلك هجمات من ترامب وما المعروف طبعا ببعض العدائية في هذه الكلمات يطالبونه أو يطالبون كامالا هاريس بعدم الانجراف لأن لا أحد يتفوق على ترامب في لعبة الإهانات السياسية أو الشخصية كما أن المناظرة ستكون السابعة لدونالد ترامب في إجمال المناظرات التي أجراها في تاريخ السياسي أي أكثر من أي مرشح آخر في تاريخ الولايات المتحدة نعم وخاصة أنه لم تتضمن أيضا استعدادات ترامب جلسات محاكاة بحضور شخصية تلعب دور هاريس بينما قامت هاريس بهذه التدريبات وتعتمد على نصائح هيلاري كلينتون وبايدن والتعلم أيضا من أخطائهما ولكن باراك أوباما قد يكون الشخص الأمثل لنصح هاريس كونه الديمقراطية الوحيد الذي يمتلك سرعة بديها للرد بشكل منطقي وهذا أيضا ربما هذا حتى ظهر في المؤتمر الأخير للحزب الديمقراطي كان الحضور كبير في اليوم الذي ألقى فيه باراك أوباما كلمته وهو ينظر له الآن كأحد المؤسسين أو أحد كبار الشخصيات في الحزب الديمقراطي نعم وكان له دور كبير أيضا بتنحي بايدن عن الخوض بالانتخابات الرئاسية وترشح أيضا كاملة هاريس لكن في كل الأحوال الغريب أن المناظرة التي سيتابعها الجميع حول العالم قد لا تكون متاحة لأحد عشر مليون أمريكي بسبب النزاع المستمر بين ديزني وبايريك تيفي حيث توقفت ABC وغيرها من القنوات المملوكة لشركة ديزني عن البث لمشترك خدمة ديزني بعد انتهاء مدة التعاقد بين الطرفين دون حتى إبرام تعاقد جديد ويمثل الأحد عشر مليون أمريكي رقما صعبا رغم قلة عددهم بالنسبة لشعب تعداده يتجاوز 300 مليون نسمة لكن الوضع يختلف نظرا للمنافسة الشديدة بين ترامب و هاريس والتي ترجح أن تكون نتيجة الانتخابات متقاربة للغاية بينهما صحيح هكذا تقول كل استطلاعات الرأي نعم وأيضا بانتظار المناظرة تتواصل التجمعات الانتخابية واللقاءة التليفزيونية لكل المرشحين هاريس بدأت بالكشف عن خطتها الاقتصادية مثلا واقترحت عدم فرض ضريبة كبيرة على أرباح رأس المال مخالفة بذلك الخطة التي حددها الرئيس بايدن في مخطط ميزانيته في وقت سابق من هذا العام وهذه أيضا نقطة أسامة عليها حديث كثير وترامب يوجه انتقادات كبيرة لهاريس والإدارة الحالية الأمريكية في الموضوع الملفات الاقتصادية صحيح لأنه على ما يبدو قدمت الكثير من الوعود دون أن توضح من أين ستقوم بجلب هذه الأموال لتنفيذ هذه الوعود الانتخابية الضخمة على ما يبدو صحيح لكن هاريس طبعا كانت أوضحت في خطاب ألقته في نيوهامشير خلال تجمع الانتخابي أنها ستسعى لتعزيز الشركات الصغيرة وفرض ضريبة تتناسب مع مكاسب رأس المال بالإضافة إلى خطتها لمساعدة الأعمال التجارية الصغيرة في الولايات المتحدة أما ترامب قال طبعا أن الولايات المتحدة ستعاني من كساد اقتصادي شبيه بالكساد الكبير الذي شهدته البلاد في عام 1921 حال فوز كامالا هاريس بمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة كما تهم ترامب في حوار له مع شبكة فوكس نيوز تهم هاريس بالتعاون مع رئيسة شبكة ABC التي ستشرف على المناظرة الرئاسية زعيما أن رئيسة الشبكة أعطت لهاريس الأسئلة التي سيتم طرحها خلال المناظرة بشكل مسبق إذا ستستمر بالتعاون مع صياد الكبير أعتقد أننا سيكون لتحصل على حد وحداً لتحصل على الولايات المتحدة قادرت أن نعمل للتعاون لأنها مغلقة أرادها لاتومية وأخرى يتقدرها هو مخصص صدق الكبير طبعا هذه النقطة التي أثار ترامب هي أثيرت في الإعلام الأمريكي على مدى فترة طويلة لأن هناك علاقة ما بين المديرة التنفيذية لشبكة ABC News وكامالا هاريس على مدى سنوات كما أنها تبرعت في السابق للحزب الديمقراطي وهناك من يقول بأن دانا والدن المديرة التنفيذية حاليا وزوجها هما السبب في الزواج ما بين كامالا هاريس وزوجها دوغ أيم هوف وبالتالي هناك من يرى أن هذه المسألة هي تضارب مصالح هلها علاقة بزواجها وعلاقة أيضا بتسريب أسئلة أو أعطاء أسئلة هكذا يتهم ترامب لكن طبعا لا أحد هكذا يتهم ترامب ولكن مدعومة هاريس في هذه النقطة بكل الأحوال على صعيد جماعة تبرعات أيضا قالت حملة المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب وحزبه في بيان إنه جرى جمع 130 مليون دولار في أقصص وأن الأموال المتاحة وصلت بنهاية الشهر إلى 295 مليون دولار وجاءت التبرعات أقل قليلا عن مستواها لشهر يوليو عندما جمعت حملة ترامب 138.7 مليون دولار بعدما شهد ذلك الشهر نجات الرئيس السابق ترامب من محاولة اغتيال وفي نهاية يوليو كانت الأموال المتاحة لدى حملة ترامب 327 مليون دولار طبعا هذا على الشق الديمقراطي لكن على الشق الجمهوري على الشق الديمقراطي هذه المرة حملة كامال هاريس أكدت أن الأموال التي جمعتها خلال شهر يوليو تخطط الأموال التي تمكنت حملة ترامب من جمعها وقالت كذلك أنها جمعت مبلغا إجماليا يقدر بـ 310 مليون دولار فيما لم تعلن الحملة الأرقام الرسمية التي جمعتها حملة الديمقراطيين في أغسطس الماضي أو الجاري؟ الأغسطس الماضي نبي أغسطس آن أهل سبتمبر في كل الأحوال طبعا هذا الرقم لا يضاهي الأرقام التي تمكنت كامال هاريس من جمعها جمعت أكثر بعد المؤتمر الديمقراطي كانت قبلت بلاء حسنا بحسب طبعا كل الاستطلاعات وبحسب أراء المراقبين للانتخابات فحصلت أموال تبرعات تتخطى الـ 500 مليون دولار كان هناك بالفعل حالة من الفرح والنشوة لدى الكثير من الممولين للحزب الديمقراطي وبالتالي تبرعوا بالكثير من الأموال وكذلك حتى هناك على مستوى التبرعات الفردية لا ننسى أن التبرعات الفردية مثلا لعب الدوري كبير في فوز باراك أوباما وكان يعتبر من أكثر الشخصيات التي تمكن من جمع أموال على مستوى تبرعات فردية للأشخاص في الولايات المتحدة في 2008 لكن في سياق التبرعات أيضا إلى استطلاعات الرأي هذه المرة خاصة في الولايات المتأرجحة التي ينظر لها الجميع على أنها الولايات الحاسمة آخر هذه الاستطلاعات نتائج استطلاع أعدته شبكة CNN هذا الاستطلاع القضو على فرص فوز ترامب أو هاريس في الولايات الحاسمة وهاريس تتمتع بميزة على ترامب بين الناخبين المحتملين في ويسكنسن وميشيغان وفي المقابل يحظى ترامب بميزة في أريزونا بينما انقسم الناخبون بالتساوي تقريبا في كل من جورجيا ونيفادا وبنسلفينيا هي أيضا حاسمة جورجيا وبنسلفينيا من الولايات المتأرجحة علما أن الولاية الأخيرة لديها العدد الأكبر من الأصوات في المجمع الانتخابي ويشير التقرير إلى أن بنسلفينيا وجورجيا تشكلان محورا لمسار كل مرشح إلى البيت الأبيض كان الرئيس جو بايدن فاز بجميع هذه الولايات الست عام 2020 وفاز بجورجيا بأقل من 12 ألف صوت وأريزونا بأكثر من 10 ألاف صوت بقليل فقط طبعا هكذا احتفظت كامالا هاريس بانتصارات بايدن السابقة خارج هذه الولايات الست حصلت كذلك على ويسكنسون وميشيغان فإن الفوز إذا حصلت على هذه الولايات وكذلك الفوز في بنسلفينيا إضافة إلى صوت انتخابي واحد من أي مكان سيعطيها الرئاسة وستصل كامالا هاريس إلى البيت الأبيض أما في حال احتفاظ ترام بولاية كارولاينا الشمالية ومعهد ثنائي الذهبي جورجيا وبنسلفينيا سيصبح في مقدمة السباق الرئاسي دون الحاجة للفوز في ويسكنسون أو ميشيغان أو نيفادا أو حتى أريزونا طبعا في كل ولاية يقول ما معدله 15% من الناخبين المحتملين إنهم لم يقرروا خيارهم بعد بشكل حازم مما يشير طبعا إلى أن نسبة كبيرة من الناخبين يمكن أن تغير وجهات نظرها بشأن السباق مع تزايد الاهتمام بالحملة ونشاط الحملة خاصة في هذه الولايات المتأرجحة ستتوجه ديبورا ماتنسون إحدى كبار مستشاري رئيس الوزراء البريطاني كاريس تارمر إلى واشنطن هذه الأيام لتقديم دعم في استراتيجية الحملات الانتخابية لحملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بحسب مقال لصحيفة بوليتيكو الأمريكية ستقدم ماتنسون لفريق هاريس التجارب الناجحة خلال حملة حزب العمال الانتخابية التي أعادت للسلطة في بريطانيا بعد 14 عاما طبعا هذا فوز كبير كان وتاريخي وستشرح ماتنسون أهمية استعادة الناخبين التقليديين للحزب الديمقراطي الذي تحول بعضهم إلى الجمهوريين ونقل التقرير عن ماثيو ماغريغور المدير الرقمي السابق لحزب العمال قوله أن التعاون بين حزب العمال والديمقراطيين كان عادة من جانب واحد ولكن الآن أصبح حزب العمال مفيد للديمقراطيين بعدما أصبح أحد الأحزاب غير اليمينية القليلة التي نجحت في أوروبا مؤخرة طبعا كانت دائما معروفة العلاقات الجيدة ما بين الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة وحزب العمال في بريطانيا كذلك على الجانب الآخر طبعا العلاقات الجيدة ما بين الجمهوريين والمحافظين لكن حتى تتذكرين أن دونالد ترامب هنأ نيجل فراج ولم يهنأ كيرستارمر بعد فوزه برئاسة الوزراء فبالتالي هناك ليست فقط خلافات سياسية ولكن ربما هناك كذلك خلافات شخصية مع ترامب دائما ترامب صحيح أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات وملاحقات قضائية بحق مسؤولين روس متهمين في محاولة التأثير على الناخب الأمريكي تأتي العقوبات ضمن إجراءات للدفاع عن المؤسسات والعملية الانتخابية الأمريكية وحمايتها من محاولات موسكو للتأثير عليها على ما أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانا لها طبعا العقوبات الجديدة شملت عشرة أشخاص وكيانين ينشطون في محاولات لتقويض العملية الانتخابية منذ مطلع العام الجاري كما يستخدمون أدوات متنوعة ترتبط هذه المرة بالذكاء الصناعي والتزهيف العميق وأيضا المجموعة من معلومات المضللة نهيك عن المحاولات لتجنيد مؤثرين أمريكيين دون علمهم قاضي التحادي في أتلانتا أصدر أمرا قضائيا مؤقتا يأمر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وحملاته الانتخابية بالتوقف عن استخدام أغنية شارك في كتابتها الموسيقية الراحل إيزيك هايز في مناسبتهم تم تشغيل أغنية حالدان أيم كامينغ التي أنتجت في عام 66 في مسيرات ترامب لم يأمر القاضي بحث مقاطع الفيديو هذه بحسب بيان لممثل ترامب وقال أيضا إيزيك هايز الثالث نجل هايز في منشور على وسائل التواصل الاجتماعية الشهر الماضي أنه يطالب ترامب وحملته برسوم ترخيص بقيمة 3 ملايين دولار بسبب الاستخدام غير المصرح به لأغنية هولدون أم كامينغ وذكرت وثائق المحكمة أن ترامب وشركائه قاموا بتشغيل الأغنية أكثر من 150 مرة دون إذن أما المرشحة الديمقراطية كامالا هارس تعرضت لموجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغييرها المتكرر في اللهجة خلال تجمعين انتخابيين في ولايتي ميتشيغان وبنسلفينيا طبعا كالمعتاد حملة ترامب ومستشاروه استغلوا كما هي العادة هذه الانتقادات وقالوا أن كامالا هارس غيرت من لهجتها سبع مرات في أربعة أسابيع فقط تخيل أن تجد نفسك في ديترويت حيث تتحدث المرشحة الديمقراطية كامالا هارس بلهجة محلية مميزة تنتقل كامالا إلى بيتسبرغ لتلقي الرسالة نفسها لكن بلهجة مختلفة تماما بينما تتجول هارس عبر المدن الأمريكية تبدو وكأنها شخصية مختلفة في كل مرة تتنكر بزي لغوي ربما في محاولة لتقريب المسافات بينها وبين جمهورها لكن جمهوريين بقيادة دونالد ترامب وجدوا في تباين لهجات هارس مادة دسمة للحديث ولم يفوتوا الفرصة لتصويره كدليل على التظاهر وعدم الأصالة متهمينها بمحاولة تكييف نفسها بشكل مبالغ فيه لتلبية تطلعات مختلف الفئات ترامب نفسه شارك على حسابه على منصة اكس مقاطع متقابلة لخطابات هارس وطلب من المشاهدين محاولة التعرف على الفرق هذه سابع لهجة جديدة لها خلال أربعة أسابيع لم تستخدم هذه اللهجة من قبل أبدا لقد نشأت في كندا إنها أبعد ما تكون عن الصدق في السياسة تبذل كمال هارس في الأسبوع الأخيرة قبيل الانتخابات الرئاسية جهودا مكثافة في محاولة للسعادة أصوات كان قد خسرها الرئيس السابق جو بايدن خلال حملة إعادة ترشحه فيما يعزز دونالد ترامب موقعه في السباق الانتخابي رغم استمرار الضغوط القانونية عليه آخرها لائحة تهم جديدة في قضية التدخل في انتخابات 2020 وساعتنا الصباحية مشاهدين مستمرة معكم تتابعون فيها بعد قليل رغم الجدل والانتقادات الجيش الإسرائيلي يواصل تعبيد محور فلادل في الحدودي بالإسفلت لدينا أيضا بعد هذا الفاصل السيناتور الجمهوري ليندزي جرهام يتوعد زعيم حماس يحيى السنوار بقتله إذن تخيب ترامب أهلا بكم من جديد نذهب هذه المرة إلى تطورات الصفقة في غزة على الرغم طبعا من كافة المؤشرات السلبية على مدار الفترة الماضية الولايات المتحدة لازالت تتمسك بالاستمرار في الدفع بمفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين كذلك أيضا مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية صرح أن الخطة الأمريكية الجديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمت الموافقة عليها فعليا بنسبة 90% تتكون من 18 فقرة تم الانتهاء من 14 فقرة منها طبعا المسؤول الأمريكي كشف عن أن الفقرات متطابقة مع المقترحات السابقة للصفقة كما أوضح أن هناك تعديلا فنيا بحتا في فقرة واحدة وثلاث تعديلات أخرى تتعلق بتبادل الأسرة التي لا تزال بحاجة إلى مناقشة طبقا للمسؤول الأمريكي نعم صحيح ولكنه أكد أيضا في الوقت نفسها أن هذه الاتفاقات لا تذكر محور فلادالفي بل الاتفاق يفترض مسمقا انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة هذه النقطة دائما عليها خلاف موضوع محور فلادالفي وتبقى غامضة حتى في موضوع الاتفاقات لكن في المقابل حماس كان لها تصريحات أخرى جديدة تحدثت في بيان أن قرار بن يمينة تنياهو بعدم الانسحاب من محور فلادالفي يهدف لإفشال التوصل لاتفاق حماس أكدت كذلك في بيان أخير أنها ليست بحاجة إلى مقترحات جديدة وأن المطلوب الآن هو الضغط على ناتنياهو وحكومته وإنزامهم بما تم الاتفاق علي في الوقت ذاته واصل الجيش الإسرائيلي تعبيد محور صلاح الدين فلادالفي الحدودي بالأسفلت والممتد على 14 كيلو مترا فيما كشفت القناة 13 الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي لم يجد أنفاقا في رفح تعبر إلى سيناء وجدد رئيس الوزراء الإسرائيلي تمسكه بالبقاء في محور فلادالفي ولكن أبدأ قبولا بالانسحاب منه في المرحلة الثانية من الصفقة في حال وجدت جهة تمنع تهريب الأسلحة كما قال ناتنياهو علينا أن نتأكد من أن محور فلادالفي لن يستخدم ثانية لتهريب الأسلحة لا يجب أن يبقى خاليا لا بد من وجود جهة أو قوة تظهر لنا ليس بالورق أو الكلام فقط ولكن على الأرض بأنها قادرة على منع حدوث ما جرى سابقا ولكن أستبعد حدوث هذا الأمر إلى حين تحققه لن ننسحب من محور فلادالفي طبعا على ذكر الأنفاق في رفح المتوجهة نحو سيناء المصرية كانت مرارا وتكرارا الجانب المصري أكد بأنه قام بردم وهدم هذه الأنفاق جميعا منذ عام 2016 لكن هناك تطور جديد أيضا يتعلق بالصفقة شبكة NBC News الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين القول إن عائلات المحتجزين الأمريكيين تضغط على البيت الأبيض للنظر بجدية في إبرام صفقة أحادية الجانب مع حماس بهدف تأمين إطلاق صراح المحتجزين الأمريكيين حيث يجرى حاليا مناقشة الخيار داخل إدارة بايدن وفقا للمصادر مصادر قالت كذلك نقلا عن مقربين من المفاوضات أن كل الخيارات تتم دراستها لكن يظل الاتفاق مع حماس الذي يشمل إسرائيل هو الخيار الأفضل في هذه النقطة تحديدا شبكة NBC News كان هناك أحد المسؤولين الذي تحدث وقال هو طبعا هناك الآن بعد مقتل شخص يحمل الجنسية الأمريكية هناك خمسة من المحتجزين لدى حماس الولايات المتحدة تعتقب بأنهم مازالوا على قيد الحياة لكن أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات قال بأنه نتناقش وتواصل مع الجانب القطري في هذه المسألة على مدار أشهر لكن هناك أمر مهم لتفاوض بشكل أحادي مع حماس ربما صحيح لكن هو ذكر بأن الولايات المتحدة ليس لديها ما تقدم لحماس الحماس لديها مطالب من الجانب الإسرائيلي أما الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها ما تقدم لحماس مقابل الإفراج عن الخمسة رهائن الموجودين من أصل أمريكي لدى حماس في القطع نعم ومن جانبها أيضا أكدت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفلد أن الدبلوماسية هي سبيل الوحيد لإيقاف الحرب في غزة وإعادة جميع رهائن إلى أسرهم مشيرة إلى أن مقترح الرئيس بايدن للهدنة بيهدف لضمان أمن إسرائيل وعدم تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر لا يجب أن ينفد صبرنا أو نفقد الأمل في الدبلوماسية فالدبلوماسية تتطلب جهدا ووقتا كبيرين ومن خلالها تمكننا من استرجاع أكثر من مئة رهينة خلال شهر نوفمبر الماضي ونريد أن نعيد الباقين إلى عائلتهم يجب وضع هذا النزاع على مسار الحل الدائم وينبغي أن يفهم الجميع أن الصفقة المطروحة من الرئيس بايدن لوقف النار تضمن أمن إسرائيل وتحد من إمكانية حماس وتمنعها من تكرار هجوم السابع من أكتوبر طبعا كانت هذه التصريحات في إطار جلسة الأمن أو جلسة مجلس الأمن التي عقدت قبل ساعات لتباحث بشأن صفقة غزة لكن هناك تصريحات أخرى بثتها شبكة فوكس نيوز توعد بها السناتر الجمهوري لينزي جرهام الذي قال وتوعد بقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار إذا انتخب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لولاية ثانية هذا وبدأت وزيرة الخارجية الألمانية مساء أمس جولة جديدة في الشرق الأوسط تشمل السعودية الأردن إسرائيل ورمالا وتأتي هذه الجولة الجديدة التي تقوم بها أنالينا بيربوك في حين يكثف الغربيون وخاصة واشنطن من ضغوطهم على حكومة بن يمين نتنياهو من أجل توصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة طبعا قبيل مغادرتها العاصمة الألمانية برلين قالت أنالينا بيربوك أنه يجب الاستمرار في توجيه كل الجهود نحو وقف إطلاق نار إنساني مما يؤدي إلى إطلاق صراح الرهائن ويضع كذلك حدا للحرب الدائرة في غزة وفي الضفة الغربية أيضا أنالينا بيربوك أكدت أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لتحقيق سلام دائم من تطورات في غزة إلى التطورات العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الوكالة الفلسطينية للإعلام أفادت بمقتل خمسة فلسطينيين على الأقل جراء قصف إسرائيلي لمركبة في طوباص بالضفة الغربية هذا فيما كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه نفذ ثلاث هجمات بمسيرات ضد مسلحين في طوباص قبل ذلك أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفغالانت أن قواته ستستأصل ما أسمىها التنظيمات المسلحة في مختلف أنحاء الدفة الغربية وذلك من خلال العملية العسكرية الواسعة التي تنفذها منذ أسبوع وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات مضيفا في حديثه أنه يجب القضاء على كل مسلح وأن استسلم يجب اعتقاله ولا خيار غير ذلك منظمة الصحة العالمية كذلك أعلنت أن المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شال الأطفال في غزة اختتمت بنجاح تمكن خلالها حوالي 200 ألف طفل في وسط القطاع من تلقي الجرع الأولى للقاح ضد شال الأطفال وبهذا انتهت الحملة الواسعة نطاق في وسط قطاع غزة ولكن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن عمليات التطعيم ستستمر في أربعة مرافق صحية خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان عدم نسيان أي طفل في المنطقة غلياً بطعم أطفالنا من شل الأطفال يعني من الفيروس بسيط طب هما كل يوم بيقتلوا فيهم هما فيش أساساً حماية لهم يعني هيدوا خلص خلال ساعات بسيطة حتخلص الهدنة حترجع قصف الأطفال وقتل الأطفال ما فيش أي حماية غير هذه يعني إيش الحماية لهم بيقعدمينها لهم بالضبط خلالها 6 ساعات تمنى وقف أطلاق نار دائم يعني يعني إحنا تنفسنا أخذنا الصعباء في أكام من ساعة عشان أطفالنا يعني فما بالك يعني لما يصير وقف أطلاق نار دائم الأطفال عمل بتموت كل يوم 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 بتموت زيينينا لإيش يعطونا تطعيم شل الأطفال حيثين عليهم يموتوا مثلاً يعني لما تبتوتوا فيهم كل يوم وساعتنا الصباحية من أخبار الصباح مستمرة معكم وتتابعونا فيها بعد قليل أزمات إيلون ماسك تتسلل إلى سبيس إكس الشركة تجلي موظفها من البرازيل وتنصحهم بعدم السفر إليها بأوامر من مادورو ولتخفيف الضغوط على الشعب فانزويلا تحتفل بأعياد الكريسماس بعد أيام أهلا بكم من جديد والآن إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية حيث علق وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على احتمال حصول أوكرانيا على صواريخ كروز أمريكية بعيدة المدى وحذر الولايات المتحدة من المزاح بشأن الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا طبعاً لافروف قال كذلك أن واشنطن تجاوز بالفعل العتبة التي وضعتها لنفسها فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني بين واشنطن وبين موسكو منذ الحرب الباردة وصفاً الأمر بالخطير لافروف أكد كذلك أن الولايات المتحدة مخطئة إذا اعتقدت أن عواقب أي تصعيد في الحرب في أوكرانيا ستنحصر على أوروبا فقط ربما نحن هذه المرة أمام تهديد مباشر مبطن إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر هذه المرة لكن دائماً ما عرف لافروف بهذه الجمل الجريئة والواضحة بوتين قال ذات مرة عنه ومدفيدف بالمناسبة أجرأ من لافروف لكن لافروف بوتين قال عنه ذات مرة أنه ينسى أنه وزير خارجية ويعتقد أحياناً أنه وزير للدفاع وليس للخارجية لكن هناك تصريحات كذلك من روسيا أيضاً أدل بها المتحدث باسم الكريملين دمتري بيسكوف الذي أشار إلى أن تعديل العقيدة النووية لبلاده باتت ضرورة في الأجندة الحالية وأنه نابع من ممارسات الغرب واستهدافه لأمن ومصالح روسيا وتحديه لها وتحريضه على استمرار وتأجيج الحرب والصراع في أوكرانيا كذلك وشدد أيضاً بيسكوف على أن تصرفات الغرب هذه لا يمكن أن تبقى من دون عواقب وأضاف أن الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ مدمر في أوروبا من الناحية الأمنية وهي المحرك الرئيسي في إثارة التوتر إذ أنها تمارس الضغوط على الدول الأوروبية وتجبرها على أنفاق أموالها على الأغراض العسكرية وهي تجني مكاسب اقتصادية من هذا الوضع برمته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وإلى تطورات الأزمة السياسية في فرنسا حيث رأت صحيفة لوفي جارو أن تأخر رئيس مانويل ماكرون في تسمية رئيس وزراء جديد يثير حالة من الإحباط والتوتر في البلاد وقالت الصحيفة أن العملية المطولة التي يقودها ماكرون للتشاور مع السياسيين لم تصفر عن نتائج وسط اتهامات للرئيس بتسريب أسماء محتملة لقياس ردود الفعل طبعا هناك انتقادات كثيرة توجه إلى الرئيس الفرنسي مانويل ماكروبي أنه قد اتخذ قراره بالفعل أنه يستخدم عملية التشاور المطولة لإبقاء أحزاب المعارضة في حالة من عدم الاستقرار هذا طبعا فيما أدى لانقسام السياسي الحاد إلى ظهور مشهد غير مسبوق في فرنسا حيث تواصل حكومة رئيس الوزراء تصريف الأعمال منذ 48 يوما بالمناسبة كذلك هناك بعض الأخبار في فرنسا تتحدث عن أن هناك مجموعة من النواب في كتلة اليسار التي حققت الفوز في الانتخابات الأخيرة داخل البرلمان هي تحاول الآن توقيع عريضة لسحب الثقة من الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو ويبدو أنه قراره بمسألة انتخابات برلمانية مبكرة سيأتي عليه الآن وهذا ربما في إشارة أيضا لتحضيرات رئيس وزرائه السابق لتسلم منصب الرئاسة أو الترشح للرئاسة لأنه يعتقد أنه ربما يسحب ماكرو أو ربما يحاول حلحلة الأمور المعقدة بشكل كبير صحيح لكن طبعا في الوقت الذي يكافح فيه ماكرو للسيطرة على الأزمات السياسية غير المسبوقة التي تهز البلاد طلق الرئيس إمانويل ماكرو ضربة قوية كما ذكرت يا ربا من رئيس وزرائه السابق أدوارد فليب الذي أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة بعد رهانه على تنح الرئيس خلال أشهر فقط ورغم أسرار ماكرو المتكرر على أنه سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته في 2027 إلا أن في فليب يصعد لاستقالة الرئيس الفرنسي ربما في وقت مبكر من عام 2025 وذلك وفقا لما ذكره عدد من أعضاء حزبه في تصريحاتنا لمجلة بوليتيكو الأمريكية إلى مصر وتركيا عاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بلاده بعد زيارة إلى تركيا هي الأولى لرئيس مصري منذ 12 عاما السيسي وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي رجل طيب أردغان في أنقرة قال أن مصر وتركيا تدعوان لوقف إطلاق النار في غزة ووضع نهاية للعنف الدفة الغربية كذلك أيضا أكد أنه يتم العمل على تأسيس مرحلة جديدة في العلاقات مع تركيا وأن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تشهد نموا وشهدت بالفعل خلال السنوات الماضية السيدات والسادة خلال السنوات الماضية شهدنا ازدهار مستمرا في التواصل بين الشعبين المصر والتركي لا سيما من خلال الحركة السياحية المتنامية وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا مضطردا فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع هذا طبعا ما تحدث به الرئيس المصري لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد في حديثه الرغبة في تعزيز التعاون مع مصر بجميع المجالات بحسب إردوغان فإن الاقتصاد هو البعد الأقوى للتعاون المصري التركي من خلال إعلاننا المشترك أكدنا إرادتنا في تعزيز تعاوننا في جميع المجالات بما في ذلك الصناعة والتجارة والدفاع والصحة والبيئة والطاقة تشكل التجارة والاقتصاد البعد الأقوى لتعاوننا تركيا من أكبر خمس شركاء تجاريين لمصر ونتحرك بإصرار في زيادة حجم التجارة بيننا إلى خمسة عشر مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة إلى تونس دعت أكثر من عشر منظمات وجمعيات مدنية وثماني أحزاب سياسية إلى تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية بداية من الأسبوع المقبل تنديدا بما ألت إليه الأوضاع في مصاري الانتخابات الرئاسية في إشارة إلى رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإرجاع ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر المقبل طبعا يذكر بأن الهيئة كانت قد صرحت بالقبول النهائي لثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس عيد وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي وأمين عام حركة عازمون العياشي زمال في تونس كذلك محامي المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال قال إن النيابة العامة في البلاد أمرت بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة يعتبر زمال أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر المقبل هذا طبعا إلى جانب الرئيس الحالي قيس عيد وكما ذكرنا السياسي زهير المغزاوي إلى كوريا الشمالية والفيضانات فيها التي تسببت بوصول 30 مسؤولا إلى حبل الإعدام لا يوجد مزح في كوريا الشمالية هذا ما دقلت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية وفقا لمصادر حكومية بأن زعيم كيم جونغ أون أمر بإعدامهم بسبب الفيضانات التي ضربت البلاد الشهر الماضي بعدما حملهم مسؤولية منع تداعياتها طبعا لكن كما هو معروف السرية الشديدة التي تفرضها بيونغ يانج هناك صعوبة في التأكد من صحة هذه الأنباء والتفاصيل لكن وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية كانت قد ذكرت في وقت سابق بأن الزعيم كيم جونغ أون قد أمر السلطات بمعاقبة المسؤولين بسرامة عقاب الفيضانات ينتقل من خيمة إلى أخرى يواسي متضرري الفيضانات في بلاده يطعم الأطفال ويمازحهم لكن ابتسامات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تخفي خلفها قصوة لا يمكن تخيلها فخلال جولته هذه أصدر بين عشرين وثلاثين حكم إعدام بحق مسؤولين فاشل في مقاومة الطبيعة ولم يستعدوا بشكل مناسب للفيضانات وفقا لما ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية أفاد مسؤول في نظام كيم أن ما بين عشرين إلى ثلاثين من القادة في كوريا الشمالية اتهموا بالفساد والتقصير في أداء الواجب وحكمت عليهم الدولة بعقوبة الإعدام في الوقت نفسه أواخر الشهر الماضي وتسببت فيضانات نهريال والانهيارات الأرضية في عزل وتشريد آلاف الكوريين الشماليين من مناطقهم ووفاة أكثر من أربعة آلاف من السكان كما غمرت مياه الفيضانات أكثر من نحو أربعة آلاف مبنى وثلاثة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في كوريا الشمالية الزعيم الكوري الشمالي رفض المساعدات الدولية وقال إن الأمر سيستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر لإعادة بناء واستقرار المناطق المتضررة من الفيضانات هويات المسؤولين الذين تم إعدامهم لم تكشف لكن تقارير صحفية ذكرت أن كانج بونغ سكرتيرا لجنة الحزب الشيوعي الإقليمية كان من بين القادة الذين أقيلوا بعد الاجتماع الطارئي الذي عقده كيم جونغ أون لمناقشة تداعيات الكارثة ولا تتوقف كوريا الشمالية وزعيمها كيم جونغ أون عن إثارة استغراب العالم فالضحك خلال حضور اجتماع للزعيم أو مشاهدة قنوات أجنبية تصرفات قد تعرضك للإعدام في كوريا الشمالية وليست أسباب الإعدام وحدها هي ما تدعو للعجب بل طريقة التنفيذ التي تصل في بعض الأحيان إلى القصف بصاروخ أو كرات لهب أو حتى التفجير من إعدامات كوريا الشمالية إلى انتقادات طالبان في أفغانستان حيث تواجه الحركة انتقادات واسعة بعد أن قامت بإغلاق التلفزيون الرسمي في ولاية قنبهار بسبب بث مقاطع لصور بشر وحيوانات اعتبرتها الحركة محرمة ويأتي ذلك في ظل مخاوف من عودات الحركة لسياساتها القديمة بعد أن أعادت قرارات الحركة إلى الأفهان ما حدث قبل أكثر من عشرين عام وأيضا الأنظار موجهة الآن إلى التلفزيون الرسمي في كابل بين عقدين من الزمن طالبان تحكم أفغانستان في عام 2001 زرع أعضاء الحركة متفجرات في واحد من أبرز المعالم الدينية للبوذيين تمثال بوذا وبعد أكثر من عشرين عاما عادت طالبان لتغلق محطة تلفازن وتلاحق الفتيات في مدارسهن فهل عادت طالبان إلى سيرتها الأولى؟ قبل عقدين ثار العالم على طالبان وسياستها قبل أن ينتهي حكمها بتدخل أمريكي وفي عام 2021 انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان وسلمت السلطات لطالبان بضمانات بعضها علني وأخرى سرية من ضمن الضمانات كان تغيير سياسة طالبان بشأن الحريات وحقوق الأفراد يجب أن نوضح أن الحقوق الإنسان محترمة في أفغانستان حاليا والحكومة تقوم بواجبها تجاه الشعب الأفغاني وكل هذه القوانين هي مدعومة بالمسادر الشرعية والقانونية تشهد أفغانستان حضر صوت المرأة ووجهها في الأماكن العامة وحرمان الفتيات من حق التعليم والعمل في مجالات متعددة وحتى التفاخر في تدمير وحرق آلاف الآلات الموسيقية حلقة جديدة تضاف إلى حلقات المنع والقواعد المتشددة التي فرضتها طالبان وهي إغلاق التلفزيون الرسمي في ولاية قندهار معقل طالبان التاريخي بعد بثه لصور بشر وحيوانات اعتبرتها الحركة محرمة عشرة مليارات دولار خسرها مؤسس شركة إنفيديا العملاقة خلال يوم واحد فقط لتخفيض ثر أو لتنخفض بذلك ثروة مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي جانسين هوانج نحو عشرة بالمئة الانخفاض هو الأكبر منذ أن بدأ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات في تتبع ثروته منذ عام 2016 أما سبب هذه الخسارة الهائلة هو هبوط حاد تعرض له سهم إنفيديا بنسبة 9.5 بالبيئة حيث فقدت الشركة ما يقارب من 280 مليار دولار من قيمتها السوقية في البورسات الأمريكية في جلسة تداول واحدة بعد استدعاء الشركة للمثول أمام المحكمة في تحقيق حول قضايا احتكار عشرة مليار دولار فيه مرقم كبير جدا نصب العين يمكن ممكن بعد تتبعي يوم تحدثنا هنا عن إيلون ماسك الثاني يوم خسر بس إحنا ما تحدثنا عنه دعنا لا نتحدث عنهم بعد تصعد التوتر بين المحكمة العليا البرازيلية وإيلون ماسك بشأن منصتي للتواصل الاجتماعي قامت شركة سبيس أكس بإجلاء موظفية من البرازيل وحذرت آخرين من السفر إليها بحسب ما أفادت به صحيفة وقالت الصحيفة أن رئيسة سبيس أكس بعثت رسالة بالبريدة للكتروني في أواخر الأسبوع الماضي للموظفين نصحتهم فيها بعدم السفر إلى البرازيل للعمل أو المتعة وأن الشركة اتخذت الأسبوع الماضي خطوات لنقل مجموعتها الصغيرة من الموظفين غير البرازيليين من البلاد حذرت وزارة أمن الدولة الصينية الطلاب القادرين على الوصول إلى المعلومات الحساسة من الوقوع في شباك رجال وسيمين أو نساء جميلات يمكن أن يغزوهم التجسس لصالح جهات أجنبية بكين تتحدث عن سعي جواسيس أجانب لاستدراج الصينيين المخلصين لخيانة بلادهم بطرق غير مألوفة عبر منصة ويتشات منذ العام الماضي وقالت أيضا أن الجواسيس الأجانب لديهم عدد لا يحصم الوسائل التنكر حتى بإمكانهم تغيير جنسهم واتهمت وكالات الاستخبارات الأجنبية الأربعاء بنشر مصائد رومانسية لاستدراج الطلبة الصينية مصائد رومانسية أعياد الميلاد تأتي مبكرا هذه المرة في فنزويلا هذا العام بعد قرار مفاجئ وغريب من نوعه اتخذ الرئيس الفنزولي نيكولاس مادورو أعلن فيه عن تقديم الاحتفالات بأعياد الميلاد قبل موعدها بنحو ثلاثة أشهر نيكولاس مادورو أعلن نقل الاحتفال بالكريسمس ليصبح في الأول من أكتوبر المقبل بدلا من موعده الأصلي المقرر دوما في نهاية ديسمبر على فكرة أوكرانيا فعلتها من قبل مادورو وهذه ليست المرة الأولى أيضا التي يغير فيها مادورو تاريخ الاحتفال بعيد الميلاد منذ طولية الرئاسة في عام من سبق فسبق أن قام مادورو بتغيير موعد الاحتفال خلال جائحة كوفيد تاينتين لكنه لم يحدد الموعد مبكرا مثل هذا العام ومشاهدين الآن مع ختام الجزء الأول من أخبار الصباح لهذا اليوم ننتقل إلى زميلة ريم وصباح العربية صباح الخير ريم صباح الخير ريم ماذا لديكم اليوم؟ لدينا الكثير من الموضوعات لكن لفت نظري مادورو ماذا يحصل في هذا العالم؟ ما قلت السبب ليش؟ طب هو يبغي يقدم هو يبدو أنه عنده شوية مشاكل سياسية بيحاول يعني يقال بأنها تغطية لأزمات سياسية بعد فوزي بالانتخابات وتوتر الأجواء مع المعارضة يعني العطلة الطويلة جميلة أيضا يعني صراحة شيء غريب على قولهم نعيش ونشوف عموما خلونا نشوف سؤالنا التفاعلة لليوم طبعا نعلق اليوم على عبارة الفنان أحمد سعد اللي أثار الجدل عندما قال أحب الأغنية لأنهم أسكية وسؤالنا يقول هل يغير المال والشهر الإنسان؟ يعني هل الفلوس بتغير النفوس؟ إيش رأيكم؟ أنا لا أنا سوف أبقى متواضعة هذا المفرامة لكن إيش رأيك أسامة يعني كثير ناس زعلوا من أحمد سعد كيف تغير على أبناء جلدته وحارته وكيف لما نسار من الأثرياء؟ وأيضا ريم وأسامة يعني ليس كل الأغنياء أسكية شكرا تأكيد الظبط ستتغير لم تشب سريعا ستتغير لو بقيت غني ومعي فلوس يعني ما أعتقدش خالص شوف أنت هتتغيري أو لا يا ريم لا إن شاء الله الله لا يغيرنا إلا للأحسر وما نتكبر على الله بالتأكيد أتقيكم بعد مجزة الأخبار بالتأكيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة